جاءت الصدمة لفرنسا صدمة حليف كان ينافح بالأمس دفاعا عن مصالح إيران وبرنامجها النووي المخابرات الإيرانية خططت لهجوم ضد المعارضة الإيرانية على مشارف باريس في حزيران الماضي وهذا فعل خطير ولا يمكن أن يبقى دون رد تقول باريس والرد كان بتجميد أموال للاستخبارات الإيرانية ومواطنين اثنين ضالعين بذلك المخطط وبموازاة ذلك داهمت الاستخبارات الفرنسية مركزة زهراء الشيعي واعتقلت أحد عشر شخصا فيه بينهم ممثل المرشد الإيراني ضمن مواصفته فرنسا بأنه خطوة لمكافحة الإرهاب الإجراءات تلك حملت دلالة في توقيتها فضلا عن مضمونها إذ تزاملت مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لفرنسا ولم يخلوا اللقاء من تمرير تصريحات تماهي موقف الأمريكيين حيال إيران وأنشطتها الخارجية نحن نؤمن تماما مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نشاط إيران الباليستي يمثل تهديدا ونعتقد تماما مثل ترامب أن نفوذ إيران في المنطقة موضوع اهتمام كبير لذلك نعتقد أن هذه المواضيع يجب أن تكون محور المناقشات مع إيران ولكن يجب أن يتم ذلك دون التشكيك مرة أخرى لامتثال إيران لمعاهدة فيينا أهي محاولة من أطراف أخرى تهدف لإحداث شقاق بين إيران وفرنسا كما أشارت الخارجية الإيرانية بنفيها التهم الفرنسية لا سيما أن إيران أشد ما تكون بحاجة لمواقف فرنسا الرافضة للعقوبات الأمريكية عليها والتي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ قريبا أم أن إيران جانت على نفسها كما يقول متابعون فبعد أن ابتسم الحظ لها في نيويورك حين حاولت دول المتمسكة بالاتفاق النووي تجاوز العقوبات الأمريكية عليها يطرح الفرنسيون مقاربة مشددة ضدها ما يعني وفق مصادر رسمية أن تعيد باريس النظر في علاقاتها مع طهران بعد الكشف عن محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية وهذه المحاولة سلسلة من عمليات إرهابية ترجمة نانسي قنقر